اشتركوا في القناة بالزبط بالتزام يعني حتى لو أنا مثلا مو قادر أشترك بجيم أو صالة رياضية أنا بقدر بالبيت أعمل شوي التمارين حسب مجسمي بيساعد أو حسب مجسمي محتاج عفوا فأنا جدا من مؤيدين في صراحة رياضية أنت في صلايا تهتموا بالموضوع الرشاقة أنا رشاقة فعلا أنا تم بلين الفوتبول أنا تم إستليه أنتكم اهتمامات أنا صد خمش كتير اهتمامات رشلونة ريال مدريد يعني أنا أحكي شوي بميل لريال مدريد بميل مبر شكلها واضح يلا روحي عن مرسلين طبعا مشاهدينا من بعد ما خلطت معنا الفقرياضية هلأ بنا ننتقل للمحافظة الهاشمية مع الزميل أيمن الفقرة من محافظة الطفيلة يسعد صباحك المايك معك تفضل أيمن نجدد تحية بكم مشاهدينا الكرام من هنا من ضانا ضانا هي قرية سياحية ثريدة من نوعها في المملكة ضانا هو موقع سياحي مميز ضانا تحوي على محمية وتحوي على قرية تراثية ضانا تضرب في جذور التاريخ وكيف لا وهي بنت الأنباط ضانا التي تشتهر بحجارتها المرصوفة وأسجارها الضاربة في جذور التاريخ ضانا هي حاضرة الطفيلة وهي أبرز الأماكن السياحية هنا في محافظة الطفيلة ضانا هي الإطلال الجميلة وضانا هي إشراقة الشمس وغروبها الأجمل نستعدنا ونرحب بمديرية سياحة الطفيلة سيدة خلود الجرابعة للحديث أكثر عن ضانا وعن السياحة فيها صباح الخير سيد خلود يعطيكي ألف حافية صباح النور أسعد الله صباحكم جميعا نتحدث عن ضانا وقيمة هذا المكان ضانا هي قرية سياحية تراثية وهي المقصد الأول للسياحة بمحافظة الطفيلة يأتي الناس جميعا من مختلف أنحاء العالم ومن داخل الأردن لزيارة هذا المكان صيفا وشتاءا للتمتع بجماليته والبيئة الجيدة الموجودة فيه والبيئة الحيوية الموجودة بالمكان أيضا نحن نعلم أنه في الآون الأخيرة زاد أعداد السياح عما قبل ضانا الآن أصبحت في تطور مستمر لو رجعنا بالذاكرة لخمس سنوات سابقة لم تكن ضانا في هذا المستوى وهي في هذه أعداد من السياح ما البرامج التي نفذت في ضانا حتى أصبح الضانا كما نشاهدها اليوم زادت أعداد السياح القادمين إلى ضانا بسنة 2018 كان لدينا زيادة ملحوظة وبسنة 2019 كان لدينا أيضا زيادة أكبر من الأول وذلك بسبب الاهتمام بالبنى التحتية الموجودة عندنا بضانا وانعكس ذلك إيجابيا على المنطقة ككل على فرص العمل وعلى السمع الطيبة لقرية ضانا وانعكس ذلك أيضا على أنه تم إنشاء العديد من المشآت الجديدة حيث تم ترخيص جديد لمخيمات سياحية وفنادق سياحية جديدة عندنا بضانا لتستوعب الأعداد الكبيرة من الزوار اللي عم يجوا لهذا الموقع يحدث عن التفاعل المواطنين في المحافظة مع ما تقوم به السياحة من البرامج وخاصة ما يتعلق في قرية ضانا التراثية يقدر الجميع بمحافظة طفيلة أهمية قرية ضانا وضانا كبلد وكمنتزه لجميع أبناء المحافظة يقدرون ما تقوم به وزارة السياحة من مذل الجهود للسعي بالوصول إلى أماكن السياحية لشيء أفضل ولمنتج أفضل بالأيام القادمة إذا أتحدثنا بالأرقام عن أعداد السياحة الذين يؤمن ضانا في كل عام أرى السياحة الذين يؤمنون للفنادقنا هي أعداد كبيرة تتجاوز بالموسم يعني 50 ألف أكثر بفنادقنا عدا عن ذلك الزوار المحليين الذين صعب حصرهم الذين يأتيوا لبساتين ضانا والقرية نفسها فإحنا لدينا أحصائيات تثابتين للفنادق والمخيمات ولكن الأعداد أكبر بكثير مما أننا نأخذ أحصائيات لهذه الفنادق والأماكن والأعداد باستمرار بازدياد يعني بالذات بفصل الربيع بفصل الصيف لمنطقة ذانا يعني إحنا الآن ضانا أصبحت وجهة سياحية كما يعلم الجميع في محافظة الطفيلة كيف لنا أن نجعل من كافة مراقل السياحية في محافظة الطفيلة وجهة للسياح وقبلة للسياح؟ صراحة أنه هو جميع المواقع بمحافظة الطفيلة يعني تأخذ اهتمام وزارة السياحة والأثار بشكل كبير جدا لتطوير المنتج السياحي داخل المحافظة ولإطالة إقامة الزائر بالمحافظة فهناك العديد من المواقع يعني بالمحافظة بنفسها أو بيضانة أو بالعديد من مناطق الطفيلة وذلك لعمل أكثر من محطة يقوم الزائر بزيارتها بمحافظة الطفيلة شكرا إليك سيد خلد الجرابعة وأنت مدير مديرية سياحة الطفيلة زملائي تالا وبلال يعني إحنا نتحدث عن ضانا هي جزء من كل في محافظة الطفيلة الطفيلة عبارة عن سبر من التاريخ يحتاج إلى التنقيب ويحتاج إلى المعرفة أكثر يحتاج إلى الترويج أكثر ويحتاج إلى أن توضع على الخارطة السياحية الطفيلة هي كنز من كنوز التاريخ وكنز من كنوز الجغرافية الطفيلة تميز بسياحتها البيئية والعلاجية والتاريخية والدينية فلذلك يجب أن يكون لها خصوصية ويجب أن يكون لها برامج والعودة لكم شكرا أيمن ويعطيكم الفعافية